عندما تخرج شخصية مثل روبرت فورد أحد أهم أركان إدارة الاحتلال الأمريكي للعراق بتصريحات فاضحة وجريئة عن الدور الأمريكي في تدمير العراق وتسليط الميليشيات على مقدراته وقراراته فإن ذلك يعني أن فشل العملية السياسية لم يعد من الممكنة تستر عليه أو إنقاذها من السقوط أخطر ما ذكره فورد في مقاله الأخير عن العراق أن الميليشيات التابعة لإيران لم تصل إلى هذه الدرجة من النفوذ وتشكيل الدولة العميقة لو لا الدعم الأمريكي لها على كافة المستويات دون أن تلتفت لما سماها اللعبة القذرة التي تمارسها إيران ممثلة بالميليشيات نفسها كما أن واشنطن هي من أوجدت لها الواجهات السياسية عبر حث زعمائها على الدخول في قبة البرلمان تحت مسمى العملية الديمقراطية والانتخابات ويبدأ الفشل الأمريكي بحسب فورد منذ صياغة الدستور حيث حددت واشنطن للأحزاب جدولا زمنيا للانتهاء من الدستور بأقصى فترة ممكنة دون أن تكترث لخطورة نظام المحاصصة التي أسس لها ذلك الدستور يعاين فورد بنفسه الحرائق التي أحدثها الاحتلال الأمريكي للعراق حيث استشرى الفساد وانهارت البنى التحتية وأصبحت الدولة كلها مهددة بالزوال ما ذكره فورد يعيد إلى الأذهان تقريرا لمجلة فورين بوليس الأمريكية أكدت فيه على وجوب تغيير النظام الحالي في العراق وضرورة قطع واشنطن على قطها به إذ أن أي سياسة مبنية على الشراكة مع حكومات بغداد تصبح غير فعالة وغير قابلة للاستمرار عندما تكون هذه الحكومات مكونة من أفراد فاسدين وزعماء ميليشيات ولا آتها الأساسية للنظام الإيراني بالنسبة للعراقيين ليس المهم هي الحقائق التي خرجت بها هذه الأصوات الأمريكية فهم يعرفون هذه الحقائق وإنما المهم ما يتعلق بهذه التصريحات التي تكشف عن قناعة أمريكية بأن المنظومة الحاكمة في العراق تلفظ أنفاسها الأخيرة ترجمة نانسي قنقر